الحمد لله رب العالمين نحمده ونستغفره ونتوب إليه هذا اللقاء هو لقاء هام حتى نعلم ما هي علامات الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل لهم علامات بيزهم الله سبحانه وتعالى عن جميع خلقه فالنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت له إثنت عشرة علامة فوق رأسه وعلامة في جبينه وعلامة في عينيه وعلامة في أنفه وعلامة في أذنه وعلامة في لسانه وعلامة في رئه وعلامة في كفه وعلامة في أصابعه وعلامة بين كتفيه وعلامة في طوله وعلامة في قدميه فأما العلامة التي في رأسه فكان إذا مشي تظله الغمامة تظلله الغمامة وأما العلامة التي في جبينه فكان إذا أراد زيارة قوم تسبقه الأنوار الله وأما العلامة التي في عينيه فكان ينظر من خلفه كما ينظر من أمامه وأما العلامة التي في أنفه فكان يشم الرائحة الطيبة ولا يشم الرائحة الكريهة والعلامة التي في أذنيه فكان يسمع ما لا يسمعه أحد الناس فتلك المعجزة الباهرة التي أثبتها أعداء الإسلام قبل اتباعه قول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع بكاء الحي وسماعه صلى الله عليه وسلم لرجلين يعذبان في القبر فقال الأصحاب يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستطر من بوله رواه البخاري تلك أذهلت العلماء الكفار اليوم لما تيقنوا بحق أن الميت فعلا يسمع الحي والعلامة في لسانه التي في لسان النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا صدقا وأما العلامة التي في ريقه فكان إذا تفل في الماء المالحة يصير عزبا وأما العلامة التي في كفه فكان الحصى يسبح في يديه وأما العلامة التي كانت في كتفه فكان الحصى أما العلامة التي كانت بين كتفه فهو ختم النبوة وهو عند الكتف الأيصر ويشبه بيض الحمامة وأما العلامة التي كانت في طوله فكان إذا مشي على مع الطويل سواه وأما العلامة التي في قدميه فكان إذا مشي على الرمل لم يظر له أثر وإذا مشي مع القصير حازاه صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدم ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلاة تحل بها العقل وتفك بها الكرب وإن أردت في الدارين تسعد فاختم بالصلاة على محمد لبنت تمام الأنبياء ومسك ختامهم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وإلى اللقاء آخر إن شاء الله تعالى